السلام عليكم. محبوب سيمو علي من غنات سيمو فتنس هذا الأسبوع الثالث. طبعا الأسبوع الثالث قول ما نبلش. الأسبوع الثالث في مفاجأة لكم. أنتم مفاجأة سارة. راح تسركم وتسر خاطركم لأنه برنامج الدايت كان قاسي عليكم. حضرت لكم مفاجأة في الأسبوع الثالث. تابع الفيديو وشوف المفاجأة وشوف التغييرات اللي صارت على برنامج الدايت الخرافي. خذلنا نباشا على طول. لوز جيتز. قبل الأخير. سنشوف شو التغييرات اللي صارت بالأسبوع الثالث من برنامج الدايت الخرافي. وشو لازم نهتم. طبعا هاي الأسبوع أنا يعني متأكد انه اسبوع راح يسعدكم انتم. ليش لانه في شغلات تسعدكم انتم. البرنامج الغذائي. طبعا نجل البرنامج الغذائي. شو تغييره صار ببرنامج الغذائي. صار فيه تغيير. او صار فيه اي شي. راح نشوف. اول شي سعرات الحرارية اللي تاكلها انت. ما تغيرها. السبوع الاول. والسبوع الثاني. اظلنا مثل ما هي. السبوع الثالث ايضا. ضل مثل ما هي. يعني ما تتغير اي شي. تفقدنا على هذه الخطوة. النشويات ستكون بين يوم و يوم. يعني يوم اي و يوم لا. يوم اي و يوم لا. تأكل نشويات. يعني اثنين نشويات ثلاثة ما في نشويات. ربيع نشويات خميس ما في نشويات. يعني مشابهة. مشابهة. السبوع الثاني. ولكن السبوع الثاني. يمكنك انه تأكل. باليوم مجبتين. بالاسبوع مرتين. ما في نشويات. اما هنا. لازم يوم اي و يوم لا. و لا تؤخذونا على هذا القلب الكتابي. اللي مكتوب ويم. هو مقصود به. بين يوم و يوم. تفقدنا على هذا الشي يا جماعة. وجبة الأفطار. طبعا مثل ما حكنا. وجبة الأفطار تحتوي لازم على شوفان. ليش؟ لأن الشوفان يحتوي على نشويات. ونحن بدنا نعوض الجسم عن نشويات. الكربوهدرات اللي يأكلون الجسم. لذلك رح ناكل وجبة الأفطار. رح خل دائما معاهم. شوفان. وهي المفاجأة اللي إلكم. يا جماعة كم وجبة مفتوحة. وجبة مفتوحة هذا الأسبوع بس وجبة واحدة. يعني مو يوم مفتوحة. وجبة مفتوحة يا جماعة يعني انبسط. أخذ أمجالك بهذه الوجبة. أكل. اللي اللي عاوزه أنت. اللي بدك إياه. اللي مشتهي أنت. وجبة واحدة. طبعا عندنا مثال وجبات. طبعا هذه النشويات اللي قلناها نحن يوم ويوم. تمام. طبعا هاي. أنا حضر لكم مثال عن وجبات مفتوحة. اللي. اللي. انت. أول ما تشوف شكل. تقول. باليوم مفتوحة لازم أعكل هاي. طبعا عندنا أكلات غربية وأكلات عربية. طبعا الأكلات غربية هي مسلمة أكلات غربية. ولكن موجودة أيضا بالدول العربية. موجودة بكل مكان هذه الوجبات. يسمحنا الوجبات السريعة. طبعا البيتزا. البيتزا مين يمين يعرف البيتزا. طبعا إذا انت مشتهي البيتزا هاي الوجبة. خليها بيومك بالوجبة المفتوحة. كل بيتزا. من عشاغ الهامبورغر مع البطاطا. باليوم بالوجبة المفتوحة. أكل لي هامبورغر مع البطاطا كاست كولا. وجبة مفتوحة يعني خذ أمجاتك بيه لا تخلي شيء يحرمك. هي يعدك هاي الوجبة من هاي البرنامج الدايت الخرافي. وإذا انت بتحب الأكلات العربية. هي هي أكلت المفضلة وهي المغلوبة. يا جماعة المغلوبة هي أكلت المفضلة. وإذا انا أعملت التعاتم بالوجبة المفتوحة انها مغلوبة. المغلوبة تحتوي على كربوهت выбور تحتوي على وجبة مفتوحة فيها كربوهدرات عالية فيها بروتيات عالية وهي وجبة طيبة هل يمتعون بicles فيديوه بالدجاج فيديوه باللحم المفرومة وفيديوه باللحم البقر الأحمر على راحتك أنت شلون بتحبها وجبتك المفتوحة خلصنا من وجبة المفتوحة لا المفاجأة اللي بعدها أنت أكيد يجب أن تحلايا بعد الوجب المفتوحة صح؟ أكيد أنت تحلايا، ليس صحة أو ليس صحة أنت أكيد أن تحلايا لأن أكل الوجب المفتوحة يلزمني شيء بعدها يلزمني سناكس ماذا أفعل؟ طبعاً لدينا عادي ودينا عربي طبعاً تأكل لك آيس كريم إذا تريد أن تأكل لوجب المفتوحة آيس كريم لا يوجد مشكلة هذه المفتوحة لوجب المفتوحة لديك المفتوحة تأكل مفتوحة تأكل مفتوحة لوجب المفتوحة أو المشترى التي تحبها أنت التي تجعلك تطاقة أنت اليوم أكلت الوجبة المفتوحة وبكرة أرجع من بعد هذه الوجبة أرجع البرنامج الخرافي أو لديك سنيكر طبعاً سنيكر يا جماعة الخير لديك كربوهدرات عالية كثير لديك نشويات عالية يعني إذا أنت تجعلت الوجبة المفتوحة بدك تأكل سنيكر قطع وهذا سنيكر يعوضك نشويات يعوضك كربوهدرات كثير يعني ما بدك أحد يحكي لك السنيكر أنت ترى وغرع عليها ونرى السعرات الحرارية الموجودة بسنيكر خلصنا من الوجبة المفتوحة نعم يا جماعة لا ترى المفاجئات الوجبة المفتوحة خلصها تهلاية ووجبة المفتوحة ننتقل المرحلة البعض نحن كان الوجبة المفتوحة عبرنا سعرات حرارية بدنا خلص منها ماهو؟ أول شيء عن طريق مشاريب مزيل للسموم ماهو نتخلص بسعادة مشاريب مزيل للسموم ماهو؟ الدهون اللي بتجسم يعتبر سموم عندك شغلات مزيل لهو عندك عصير الليمون والماء طبعا ماء يكون شوية دافي تعصلك معا شوية ليمونة وتشربها يعني باليوم مرة أو عندك الزنجبيل مع الليمون والقرفة ميدافي تغلي في الزنجبيل والليمون كمان في يوم يعني تختار في يوم ليمون مع ماء أو زنجبيل وليمون على كيفك مهم جدا يطرد لك السموم اللي بتجسم يعني الجسمك في مسموم هاي المشروبات تطرد إليك بنوب وعدنا مشروب من اللي لازم باليوم مرة أو مرتين تشربوا اللي شفناك قبل هالمرة وهو الشاي الأخضر يا جماعة الشاي الأخضر مفيد فترة الدايت يعني مفيد شيء شيء خرافي إذا انت تروح تقرأ بالانترنت وتشوف الشاي الأخضر شو يعمل لفترة الدايت انت تقول باليوم راح أشرب مرة و مرتين و ثلاثة لأن الشاي مهم جدا تفكر على الشاي جماعة باليوم تختار ما بين الزنجبيل والليمون أو الليمون والماء هاي والشاي الأخضر تحاول يوميا تشربه مرة و مرتين التمارين الرياضية تغير فين شيء صار فين شيء راح نشوف طبعا الجري نطع الحبل وتمارين المقاومة يا جماعة مثل الأسبوع اللي مضى تمارين الكارديو قبل الفطور يوميا حاول 20 إلى نص ساعة راح تشوف نتائج راح تبدأ يومك بنشاط وحيوية تمام عندك تمارين المقاومة انت تقدر بعض واجبت القدام أو بعض السنيكر السناكس الثاني اللي تاخده انت تعمل تمارين المقاومة شيء يعود لك انت ولكن تمارين الكارديو مو تعملهم يوميا تعمل خمس مرات بالاسبوع يوميا استراحة من الأسبوع الأول ولكن يومين استراحة يعني تروح يومين للتمرين يومين استراحة يومين للتمرين يوم استراحة وتمارين المقاومة كمان منها من اثنين إلى ثلاثة تمارين نفس الأسبوع الثاني الثاني يا جماعة مهم جدا التمارين مع النظام الغذائي وشوف بعد فترة من الزمن أو بعد ما تخلص انت هاي الثلاثين يوم برنامج الدايت الخرافة رح تشوف شو صار بجسمك وهي الكل وصل لنهاية الفيديو أتمنى أن أتعجابكم الفيديو وأتمنى أن أتعجابكم المفاجأة اللي كانت بالفيديو الوجبة المفتوعة إذا أعجبكم الفيديو لا نسوا اشتراك بالغناة لاعك للفيديو ومشاركة معنا أصدقاء حتى يستفيدوا من برنامج بداية الخرافة واللي ما شاف الفيديو هذا يرجع تابع من الفيديو الأول البرنامج بداية الأسبوع الأول حتى يكون معنا خطوة بخطوة مع السلامة